اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان المجلس سيبقى داعما ومساندا لكل الخطط والبرامج التي تضعها السلطة التنفيذية من اجل النهوض بمملكتنا الغالية وتحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات للمواطنين بما يضمن لهم الحياة المعيشية الكريمة الى جانب استمرار المجلس في تفعيل مفاهيم الديمقراطية المتقدمة التي جاء بها المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى يده الله واشاد معالي رئيس مجلس الشورى بمستوى التعاون الكبير الذي تحظى به السلطة التشراعية من قبل السلطة التنفيذية منوها بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لكل الوزراء والمسؤولين في الحكومة للتعاون والتنسيق المشترك وخلق علاقة تكاملية ومتميزة مشيدا في الوقت ذاته بمتابعة واهتمام سمو ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء ولفت الصالح إلى أن التعاون المتميز بين السلطتين التشراعية والتنفيذية أسهم في الدفع قدما بعجلة التشراعات والقوانين التي أقرتها سلطة التشراعية خلال الدور الثالث من الفصل التشراعي الرابع ورأى الصالح أن حرص السلطة التنفيذية على إفاد ممثليها من وزراء ومسؤولين لحضور جلسات مجلس الشورى كان له بالغ الأثر في إثراء المناقشات والإجابة على أسئلة واستفسارات أصحاب سعادة أعضاء المجلس وإقرار المراسيم والمشاريع والاقتراحات بقوانين التي أحيلت للمجلس منوها بالدور الذي يطلع به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والجهود التي يبذلها في المتابعة والتنسيق بين السلطتين والحرص على تقديم ردود الحكومة على مختلف المشاريع والاقتراحات بقوانين